اهلا بكم المشاهدين والمشاهدات الأعزاء وينضم إلينا الآن في بثحة مباشر من شعب أستاذ العلوم السياسية البروفيسور أسعد غانم مساء الخير مساء النور إلى كل المشاهدين بروفيسور أسعد نحن اليوم أمام واقع تاريخي جديد أنت كباحث سياسي ما رأيك بتوقيع القائمة العربية الموحدة على قرار الانضمام إلى الإتلاف الحكومي ما معنى هذا القرار وما هي أبعاده على مستوى الجمهور العربي في البلاد طبعا بالتأكيد هناك هذا تطور مهم في السياسة العربية في البلاد على الأقل بالثلاثين أو الأربعين سنة الأخيرة يعني واضح تماما أن القائمة الموحدة لم تنجز على الأقل مما نشر عنه حتى الآن أي شيء يعني يستحق الانتقال من المعارضة الحكومي إلى تأييدها وخصوصا أنه هذا يعني انسلاح عن القضية الوطنية القدس وغزة والاحتلال ليس على أجندة القائمة الموحدة بالمرة وعندما تقول القائمة الموحدة سوف نقوم بترتيب خلال مئة يوم مشروع لكذا وكذا انظر الاتفاقيات مع الأحزاب المتدينة في إسرائيل يدخلون إلى التفاصيل أي قانون سوف يتغير متى سيتغير ما هو المبلغ المحدد الذي سوف تحصل عليه ليشي فوت أو أي من أجهزة الأحزاب المتدينة سبعمية وخمسين مليون وسبعمية وتسعة عشر شكل مثلا يعني لذلك نحن يعني في حالة أزمة قد تكون أزمة إسرائيلية لكن بروفسر في القائمة الموحدة يعني قبل قليل استمعنا إلى النائب وليد طاها هو يقول يعني حينما سألته عما يكون معارضوا دخول القائمة العربية الموحدة ومن قال بأنهم يحصلون على الفتاة هو يقول بأن هذه مزاود عليهم لا أكثر يعني لا إذا بدك الخمسة مليار شيكل بالسنة هي واحد فاصلي ثلاثة من ميزانية دولة إسرائيل يعني هذا ما نستحقه عندما أيدت الجسم المانع حكومة رابين رغم أنا الآن طبعا كل أوسلو كان عملية سيئة لكن كان اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية اللي كانت تعتبر منظمة إرهابية في إسرائيل كان يسجن على دعم منظمة التحرير الناس لذلك الإنجاز التاريخي اللي حصل في الثلاثة وتسعين رغم أنه يعني أنا عندي كان نقد كبير عليه لا يمكن الآن المقولي أنه هاي مزاودي إيش المزاودي أنت وعدت الناس أنك على الأقل تبطل قانون كيمينتس مش تجمد قانون كيمينتس على فكرة المشكلة هي ليست قانون كيمينتس هو الاستيلاء الدولي على أرضنا وتهويدها و ألفين عملية هدم في النقب هلأ الوليد طاها الأستاذ وليد طاها والأستاذ دكتور منصور دهامشي وكل من يؤيد ومازن غنايم سوف يكونون بعد توقيع هذا التوقيع ما دخل منصور دهامش بالأمر تقصد منصور عباس مازن غنايم ومنصور عباس عليهم مسئولية مباشرة عن كل هدم بيت مش مقدر يقولك أنا ما انطيتش الأمر باللحظة اللي أنت بالحكومي أنت مسئول عن سياسة الحكومي وأنا بحكي بالضف الغربي وغزة والقدس والأقصى وبالـ 48 هلأ الواضح تماما أنه أول شيء لم يتم التحضير اللي كان بده يدخل الحكومي إذا بديستنى كمان مينة يوم عشان يقولنا شو الخطة المحددة ثانيا واضح تماما أنه قد يقول قائل بأنه هناك تأييد شعبي لهذه المقولة أنا بأتقد قيادة الجمهور الفلسطيني في إسرائيل أو العربي في إسرائيل مسئوليتهن هو ترشيد العمل الوطني وخصوصا بعد الهب اللي حدثت وخروج الشباب للشارع والسعداد لمجابهة الدولة وسياساتها وثانيا طبعا هذا قد يقال للقائم المشتركي القائم المشتركي لا تستطيع أن تستمر تقول لك بدناش وبدناش وبدناش شو برنامجكو؟ ماذا فعل الدكتور جمال زحالقة أو الأستاذ أيمن عودي من أجل تنظيم مجتمعنا كبرنامج بديل من شان إعطاء أفق للناس أنه فيه إمكانية أخرى حصل في تاريخنا كانت إمكانيات لمجابهة الدولة في يوم الأرض وإعادة جزء من الكرام الوطني والاعتراف ببعض حقوقنا منه إرجاع منطقة المال لسخنينه عرابي ودير حنة إذن من يقول بأنه هذا طبعا خطأ طريق القائم الموحدة يجب أن يحمل المسئولية معا البديل والبديل قائم نستطيع أن ننظم مجتمعنا نستطيع أن نقوم بفرض روايتنا وفرض أجندتنا وخصوصا طبعا الفشل هو فشل القائم المشتركي بالحوالي سنتين عند معايد جانس من غير أي شرط وطبعا تطبيل أو قيام أيمن عودي في توزيع المقولات يمينا ويسارا عن خطة بن يمين نتنياو الخمسة عشر مليار وين الخمسة عشر مليار كيف يتم تنفيذها سنسأل مئيس القائمة المشتركة أنا أريد الآن أن نركز على قضية بخول القائمة الموحدة للإتلاف موضوعنا ليس القائمة المشتركة الآن أريد أن أسألك لو طلبت منك أن تضع يدك على أحد البنود التي وردت في بيان القائمة العربية الموحدة والذي يعتبر إنجاز هل تجد إنجازا في بيان القائمة الموحدة أو في اتفاقها مع نفتالي بنت ويأير لبيد لا يمكن القول أن هذا المكتوب على الورق ما فيه أي شيء وأنا طبعا لست عدميا بالمرة لكن أنا بنظر أول شيء كقيادة وطنية يجب أن تجز ما نستحق وهذا الذي تم إنجازه بين أسين أقل بكثير عن ما نستحق يعني هناك 25 بلد في النقب غير معترف فيها شو معنى الاعتراف في ثلاث بلدات البلد شو من نعمل فيها بدي عملوا مخططات بقول لك خلال سنة أو مئة يوم أو هلوم مجرة يعني هاي المخططات بدأت ترجع وتقولنا إنه في مناطق نفوذ اليهود وفي شوارع وفي احتياجات والعرب فيش الاحتياجات هل رجعوا جزء من يعني كان هناك مأمول عندما يتم الحديث عن إمكانية التأثير مثلا إعادة الاعتبار لقضية مصادرة الأرض التي حصلت خلال أو مثلا القوانين العنصرية في دولة إسرائيل التنازل مجانا عن قانون القومية وعن القوانين الأخرى هلأ أنا بقول لك شو اللي ممكن السيناريو اللي بدي يصير قد تنجح هذه الحكومة هناك احتمال أنا طبعا غير متأكد وما بعرف شكل كل الناس لكن قد تنجح هذه الحكومة بعد سنة سنتين عندما يذهب باليمين نتنياهو سوف تقام في إسرائيل الحكومة يمينية متطرفة ندفع ثمنها نحن المجتمع هنا ومجتمعنا وشعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وذلك بفضل دعم منصور عباس لهذه الحكومة المؤقتة هل تأكد بأنه هناك مجال أمام الدكتور منصور عباس والقايمة العربية الموحدة للتراجع عن هذه الخطوة أم أن الكطار فات لا طبعا دائما بالسياسي الإمكانيات واردي طبعا هذا سوف يسجل أنا بعثت بعد أربع خمس سنوات لن نتذكر إلا هذا الدخول لهذه حكومة بنت ومساوئ هذه الحكومة وأعتقد بأنه يعني إذا في أنا طبعا بتوجه للدكتور منصور عباس وللإخوة في القائمة الموحدة هناك إمكانية للتراجع هناك إمكانية لصف وطني واحد مقولة الدكتور جمال زحالق أنه عندما كنا مع بعض كنا أقوى هذا صحيح لكن الحقيقة هي أنه لم نستغل قوتنا وذلك بفضل يعني عدم قدرة القيادة ومنهم الدكتور جمال زحالق ومنهم أيمن عودي ومنهم الأحمد طيبي على ترجمة الإنجاز التاريخي الخمسة عشر مقعد إلى قوة سياسية تطرح بديل وطني حقيقي الآن هناك وضع في إسرائيل وفلسطين هناك تغييرات جذرية هناك جيل جديد لا يمكن أن يقبل في وجود هذا الفصل العنصري داخل الخط الأخضر في عكة في اللد في الجليل هذا هو المشروع الأصيل الذي يجب أن نلتزم فيه ويجب أن نعيد الاعتبار لكون جزء من الشعب الفلسطيني وبعتقد أن الفرصة لم تفت بعد يجب أن يكون تغيير جذري في العمل السياسي العربي ومش كمان مرة نجرر الأمور اللي بقول وفعلا يجب أن يكون رفض لخطوة منصور عباس لكن من يقول ذلك يجب أن يقوم ببناء البديل والقائم المشتركي لم تقم ببناء البديل شكرا جزيلا لك نكتفي بهذا القدر ولا برنامج العمل الوطني المطلوب منها شكرا لك البروفيسور أسعد غانم كنت معنا في بثحة مباشرة من شعب شكرا شكرا